معنا هنا في السيديو الدكتور مصف اليازغي الباحث المتخصص في السياسات الرياضية دكتور في المونديال العربي كما وصف مونديال قطر 2020 شاركت أربعة منتخبات عربية حقق معظمها نتائج إيجابية عموما كيف يمكن أن نصف الحضور العربي في مونديال قطر حتى الآن؟ ربما هو متبين هناك قطر التي ربما كنا نقول بها نستخلق المفاجئة على اعتبار الاستعداد الذي طالح حوالي خمس سنوات مشاركة فوز بكأس آسيا 2019 مشاركة حتى في سابقة من نوعها في كأس كوبا أمريكا يعني كنا نقول بأنه هذا الاستعداد المكتف وهذا التوحد الجميع وراء منتخب قطر المستوى المؤسسات هنا بقطر كنا نعتقد بأنه سيكون هناك أداء مشرف أكثر مما لاحظنا ربما هذه النقطة ربما التي كانت مشوشة في الحضور العربي بالنسبة لتونس والسعودية أعتقد سواء تونس أو السعودية ربما اغتروا بالبداية الأولى التي كانت موفقة تونس عملت ضجة كبيرة بعد تعادن بنقطة واحدة أمام الدنمارك السعودية ربما بدأت تتحدث عن من ستواجه في الدور الثاني بعد أن انفازت على الأرجنتين هو إنجاز فعلا بالنسبة للمغرب كانت نقطة قوة المغرب أن بعد المباراة الأولى أمام وصف البطل كرواتيا 0-0 قال وليد رجلاجي في الندوة الصحفية قال لم نفعل أي شيء تركوا أرجلكم على الأرض لحن فقط كسبنا نقطة ونقطة لا تعني أي شيء فكان الفوز في بلجيكا إذن أمتألها عقلية عربية ربما اغترت بإنجاز صغير لإنجاز التعادل أو الفوز ليس هو التأهل وبالتالي ربما عقلية دهنية أو التركيز ربما غاب عن هذه الدول العربية وأتأسف جيدا على قطر كنت أتمنى لقطر بحكمنا المنظمة أن تكون على الأقل في الدور التالي ولكن دكتور أن تفوز السعودية على الأرجنتين أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم هذا إنجاز أليس كذلك وأن تفوز تونس على فرنسا المرشح الأول أو الثاني للفوز بالبطول هذا أيضا إنجاز صحيح إنجاز وأنا بالنسبة للسعودية لم أكن متفاجئ لأن هناك مدرب اسمه رونار بإمكانه يلعب حوالي 50 في المنتخب أنا رونار كان في المنتخب المغربي وكان بإمكانه يحقق ما حققه المنتخب المغربي الآن في 2022 أن يحققه في روسيا لو لا التحكيم لو لا بعض الأشياء ربما المفاجئة التي حصلت لأنه يجب أن تعرف السيدي بأنه تقريبا على الأقل سبعة لعيبي الموجودين حاليا في المنتخب المغربي كانوا في منذ 2018 وكان رونار قادر على الذهاب بعيدا أعتقد أنه الفوز ربما على فرنسا لم يكن مجزيا هو فقط الخروج بفخر بالنسبة للسعودية ربما لعبة الأمور حماس كبير من رونار هو الذي أدى للفوز أما غير ذلك فأعتقد أنه يتوجب أن يكون تركيز دهني وأن يرتفع المستوى وأن تكون كما قال الرجل يجب أن تنتفي عقدة الدول الأوروبية والدول الأمريكية اليونوبية نعم المغرب صاحب الإنجاز الأكبر والأبلس حتى الآن فريق عربي في ربع نهاية كأس العائلة كاد المرء لا يصدق ذلك لا خيال كيف تمكن المغرب ولاعبون المغرب ومدرب المغرب من الوصول إلى هذه النقطة أوكي نعرف جيدا بأنه كان هناك مدرب باسم فرنسي اسمه واحد خليل ريج هذا المدرب جرب حوالي ستين لعبان وكل المباراة لم نستطع الوقوف على تشكيلة واحدة رسمية في المنتخب المغربي وعانينا كلنا كنا نتحدث إعلام متتبعين إلى آخرين فجاءت فرصة بعد التأهل فوصل الاتحاد المغربي إلى قناعة أنا شخصيا ضد أي اتباع لقرارة شعبوية أو تحت ضغط الجمهور أو تحت ضغط الإعلام لكن في هذه المرة بالضبط كان الاتحاد المغربي صائبا في اتباع التوجهة تماما في إقالتي وعلم أن الإقالة جاءت حوالي 90 يوم قبل انطلاق المونديل ما أمر صعب جدا لكن نقطة القوة وولد الرجل يقول هديه تركمات رائعة جدا رفقة الوداد البيضاوي وكيف نجح في بلوغ عصبة الأبطال الأفريقية ضد من ضد الأهل المصري فكان هناك إجماع من طرف الجميع على أن وليد هو الرجل المرحلة وليد الرجل ما هذا فعل لم يقم بسحر كانت لديه مفاتيح سحرية أولا ركز على مفهوم العائلة داخل المنتخب المغربي وهذا المفهوم أصبح شائعا الآن وسط الإعلام الدولة يحدثوا عن هذا الأمر واستطاع أن ينحي كل خلافات داخل المنتخب بدليل أن هناك بعض اللاعبين مزاجيين حاكم زياش حمض الله بوفال أنت فكروا ذلك وأصبح الكلية حدثت من منطق العائلة ولم يكن هناك أي إشكال ربما هذه واحدة مفاتيح سرية لوليد سأسألك عن المفاتيح السرية المدرب اللاعبون المحترفون في دوريات أوروبا أيضا دور كبيرة ليس كذلك هناك اللاعبون أغلبية اللاعبون المغربي يجدون في خمس دوريات كبرى في أوروبا وبالتالي ليس هناك لديهم إحساس بعقدة نقص أمام هازار الذي يواجهون لأنه يواجهونه دائما أمام مودريش يلعبون معه دائما عادي جدا بالنسبة لليبونو أن يواجهها مثلا مودريش حتى بالنسبة للمنتخب الإسباني موراطا عادي جدا في دوري الإنجليزي مع اللاعبين المغاربة هناك إذن هذا الأمر ساعد في ذلك ربما هذه من الأشياء المعروفة على المنتخب المغربي منذ تقريب 1994 دائما استعارة بمحترفين سواء المكونين في المغرب ورحلوا لعب واحتراف أو أبناء الجالية المغربية الذين فضلوا ارتباط بالمغرب عوضة التحاق بمنتخبات المدرب هل هذه هي الوصفة السرية دكتور ألياس غلي بقية المنتخبات العربية مثلا أن تفعل ما فعله المغرب الاستعانة بلاعبين في الخارج الإتيام بمدرب يفهم ثقافة هذا المدرب أم هناك أسباب أخرى أعتقد بأنه المغرب يجب أن نفهم جيدا السياق لديها في هذا الإنجاز وكان مفترض أن يأتي في 2018 لكن هناك تركمات منذ 2010 قرر المغرب الدخول في الاحتراف الاحتراف البطولة الوطنية وستطاع خلق تركمات المغرب هو الأفضل بطولة مغربي أفضل بطولة في إفريقيا وفي العرب بشهادة جميع الاتحادات والمغرب فاز بهذا اللقب فاز ببطولة إفريقيا المحلين وستطاع أن يهيمن على البطولات الأندية هذه السنة المغرب بطل عصبة الأبطول بطل الاتحاد الإفريقي إذن هناك تركمات حتى على مستوى السيدات تابعنا كيف حق المغرب إنجاز بلوغ نهائي إفريقيا ومشاركتي في كأسي العالم هناك تركمات أدت إلى بلوغ هذا المستوى من التقاء إضافة إلى ذلك تم استعانة بنجوم المغرب في الخارج لبناء هذا الوطن وكيف أنهم فضلوا بلد البلد الأصلي على بلد المهجرة طيب ليس مثلا جيرانكم في الجزائر أيضا عندهم لعبون محترفون لكن الجزائر لم تتأهل لذلك نسأل دوري السعودية أيضا دوري قوي جدا كما تعرف دوري المصري دوري قوي لكن هذه المنتخبات لم تنجح إذا أردت هذه الدول أن تحذو حذو المغرب في هذا النجاح الكبير والكل يتمنى للمغرب أن يمضي قدما إلى النهائي حتى ماذا يجبع لهذه الدول أن تفعل؟ يجب أن تكون هناك سياسة رياضية قرارات اتحادات هذه الدول قبل أن تكون اتحادات يجب أن تكون سياسة حكومية مجال المجال الرياضي بشكل عام في المغرب عندنا نقطة ربما سلبية هو أن لدينا سياسة كروية وأنا أفضل أن أقول سياسة رياضية هم جميع الرياضة فلنتحدث الآن عن سياسة كروية سياسة كروية تم تقديم منذ 12 سنة تم تقديم اعتمادات مالية كبيرة للاتحاد الكروي بالمغرب على سأنه كرة القدمية واجهة للمغرب حتى على المستوى الدبلوماسي عزيزي أقول لك أمر بأنه حتى على مستوى السياسي عندما بدأ المغرب في الدخول على المستوى الإفريقي اقتصاديا وسياسيا واكب ذلك دخول رياضي من خلال ماذا؟ من خلال اقتفاقيات مع مختلف اتحاد القرية من أجل استقطابهم من المواقف السياسي للمغرب إذن كانت هناك ديبلوماسية موازية عن طريق الرياضة وبالتالي تم وضع عدة تجهيزات حتى بين يدي المنتخبات الإفريقي التي تحولها بالمغرب في أي وقت انتشاء بدليل والمغرب قداما لاستضافة كأس العالم أكثر من المغرب هذا أمر يدخل لدينا هذه السياسة ربما يختلف عن جيران سواء الجزائريين أو السعوديين بأن المغرب كان ديه يتصور على المستوى الكوراوي وأنا أفضل أن تصبح للمغرب تصور رياضي كامل وليس فقط على المستوى الكوراة القدم طيب يعني مثلا إذا أرادت دول عربية كبرى في مجال كوراة القدم جزائر تونس مصر السعودية كما ذكرنا عليها أن مثلا لا تكتفي بالإتيام بمدربين أجاب أن تعمل على تأهيل مدربين وطنيين صحيح أكثر من ذلك أضيف لك بأنه المغرب الآن يتوفر على المستوى البطن المحلية لأفضل مدرب بحكم أنه استضاف عدة دورات تكوينية وأصبح لديهم شهادات مسلمة ليس من الكاف فقط بل حتى من الفيفا واحتضنت دورات تكوينية على مصاريفه الخاصة بما فيها ممشاركة حتى بعض المدربين الأفارقة هذا الأمر منح رفع من أداء المستوى الداخل البطن الوطنية وفي هذا المونديال لاحظنا كيف تم استعاني حتى بلاعبين من الدور المحلي وهذه سابقة مقارنة مع المونديال السابق إذن تقوية الدور المحلي حتى يكون متعيما للمنتخبين مشكل من اللاعبين المحترفين قادرين على الدفع بالمنتخب وهذا ما لاحظنا نتيجته خصوصا وأن يكون مدرب وطني لأنه هو الذي يشعر ببلده يشعر بالمسؤولي الملقاتي عليه والأكثر من ذلك أن تكون لديه تجربة احتيار وليدر جراجي محترف سابق في فرنسا وإنجل وإسبانيا واستطاع أن يتفعل مع اللاعبين الذين هم في أخير مطف نجوم يتوجب أن تتعاملهم بسرابية كيف يمكن أن نضمن أن إنجاز المغرب هذا الإنجاز الكبير ليس استثناءا يتأهل المغرب أيضا إلى ربع النهائي كيف يمكن ضمن ذلك؟ نعم أولا في الكأس العالم المقبلة سيكون هناك 48 مقارق والقارة إفريقي لديها على الأقل 9.5 مقعد قد تكون 10 مقعد في حالة فوزها في مباراة الملحق إذن قد يكون المغرب قد يكون إفريقيا حضرة ربع عشرة لا أعتقد المغرب الذي بلغ ضوء الربع أن يغيب عن كأس العالم هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو أن المغرب أصبح مركزا حسب التحاد المغربي على تقافة الانتصار وتقافة الحضور أصبح كما قال وليد وليد قال في كلام رائع قال يتوجه على الدول العربية والأفريقية أن تنفي من حديثها ومن تقافتها مسألة الانهزامية أمام المنتخبات الأوروبية والأمريكا اللاتينية وأنه سجل حضورنا بشكل عادي وأن لا نفرح فقط لمجرد التأهل إلى كأس العالم بطبيعة الحال ذلك لم يعد إنجازا تماما بدليل أنه إلى غاية الآن كم دولة فازت في كأس العالم؟ تمانية دول لماذا لا يمكن أن تكون هناك بلد إفريقي؟ أعتقد أنه الرئيس تحار الكاميروني قال إذا كان من بلد بإمكانية الفوز بكأس العالم فهو المغرب هذه السنة سامويل سامويل شكرا جزيلا دكتور منصف اليازغي الباحث المتخصص في السياسات الرياضية كنت سعيدا بالحضور معك شكرا لك شكرا لك شكرا لك